اشتركوا في القناة ومجهتها تكثيف التعاون المشترك في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تقوم على احترام سيادة الدول وقيمها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام استقلالها وسلامة أراضيها ونأمل أن تأسس قمتنا هذه لعهد جديد من التعاون المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولنا واللتحدة الأمريكية لخدمة مصالحنا مشتركة وتعزيز الأمن والتنمية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أن التحديات الكبرى التي تعرضها العالم مؤخرا بسبب جائحة كوفيد-19 والأوضاع الجيوسياسية تستدعي مزيدا من تضافر الجهود الدولية لتعافي الاقتصاد العالمي وتحقيق الأمن الغذائي والصحي كما أن التحديات البيئية التي يواجهها العالم حاليا وعلى رأسها تغير ملاخي وعزم المجتمع الدولي على البقاء درجات حرارة الأرض وفقاً للمستويات التي حددتها التفاقية باريس تقتضي التعامل معها بواقعية ومسؤولية لتحقيق التنمية المصدامة من خلال تبني نهج متوازن وذلك بالانتقال المتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة الذي يأخذ في الاعتبار الظروف أولويات كل دولة إن التبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات من خلال اقصاء مصادر طاقة رئيسية دون مراعاة الأثر النسج عن هذه السياسات في ركايز الاجتماعية والاقتصادية للتنمية المستدامة وسلاسل الإمداد العالمية سيؤدي في السنوات القادمة لتضخم غير معهود وارتفاع في أسعار الطاقة وزيادة البطالة وتفاقم مشكلات اجتماعية وأمنية خطيرة بما في ذلك تزايد الفقر والمجاعات والصاعد الجرائم والتطرف والإرهاب ونؤكد أن نمو الاقتصاد العالم يرتبط ارتباطا وثيقا بالاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتوفرة في العالم بما فيها الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة مما يعزم كانية وصول العالم إلى حيادة الصفري في عام 2050 أو ما قبله مع المحافظة على امدادات الطاقة ولذلك تبنت المملكة نهج متوازن للحيادة الصفري لانبعاثات الكربون باتباع نهج اقتصادي الدائري للكربون بما يتوافق مع خططها التنموية وتمكين تنوعها الاقتصادي دون التأثير في النمو وسلاسل الإمداد مع تطور تقنيات بمشاركة عالمية لمعارجة الانبعاثات من خلال مبادرتين السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لدعم تلك الجهود محليا وإقليميا كما نؤكد على أهمية مواصلة ضخرة الصمارات في الطاقة الحفورية وتقنيات نظيفة وتشجيع ذلك على مدى العقدين القادمين لتلبية الطلب المتنامع عالميا مع أهمية طمرة المستثمرين بأن السياسات التي يتم تبنيها لا تشكل تهديد الاستثماراتهم لتلافي امتناعهم على الاستثمار وضمان عدم حدوث نقص في امدادات الطاقة من شأن أن يؤثر على الاقتصاد العالمي وستقوم المملكة بدورها في هذا المجال حيث أنها أعلنت عن زيادة مستوطاقتها الانتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا وبعد ذلك لن يكون لدي المملكة أي قدرة إضافية لزيادة الانتاج أصحاب الجلالة والفخامة أن مستقبل الطاقة التي ننشده يطلب تبني رؤية واضحة ولويات في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار وترتكز على الاحترام المتبادل بين الدول المنطقة وتوثق أواصل الثقافية والاجتماعية مشتركة ومجابة التحديات الأمنية والسياسية نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وندعو الإيران باعتبارها دولة جارة يربطنا بشعبها روابط دينية وثقافية إلى التعاون مع دول المنطقة التي تكون جزء من هذه الرؤية من خلال التزام بالمادة الشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتعاون مع المكانة الدولية للطاقة الذرية والوفاء بالتزاماتها في هذا الشهر وامتدالا لرؤية المملكة الهاتف لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة فقد دعمت جميع الجهود الرامية لوصول حل سياسي يمني يمني وفقا لمرجعيات الثلاث كما بذلت مملكة مساعية لتثبيت الهدنة الحالية وسوف نستمر في تقديم مساعدة إنسانية للشعب اليمني الشقيق ونؤكد أن ازدهار المنطقة ورخاه يطلب في الإسراء في إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وفقا لمبادرات وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وأنه يسرنا ما يشهده العراق مؤخرا من تحسن في أمنه واستقراره بما ينعكس على شعبه الشقيق بالرخاء والازدهار وتفاعلها الإيجابي مع محيطه العربي والأقليمي ومن هذا المنطلق فإنه نشيد بتوقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين المملكة والعراق وكذلك مع دوما مجلس التعاون الخريجي العربي بما يسهم في توفير حاجة العراق من الكهرباء كما ننوه بمشاريع الربط الكهربائي الجاري تنفيذها بين المملكة وكل من مصر والأردن وإن اكتمال منظومة الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة يطلب إيجاد حلول سياسية ووقعية لزمات الأخرى لا سيمة في سوريا وليبيا بما يكفر إنهاء معاناة شعبين هما الشقيقين أصحاب الجرال الفخامة إننا متفائلون أن تؤدي هذه القمة إلى وضع إطار شامل لمرحلة جديدة نبعث فيها الأمل لشباب وشبات المنطقة لمستقبل مشرق يتمكنون فيه من تحقيق آمالهم ويقدمون للعالم رسالتنا وقيمنا النبيلة التي نبتخر بها ولن نتخلى عنها ونتمنى من العالم احترامها كما نحترم القيم الأخرى بما يعزش شركتنا ويقدم المنطقة والعالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا